اشتركوا في القناة من خلال الفيديو سنتعرف ايضا عن الوثائق المطلوبة عند التقديم وان شاء الله اذا انتم مهتم بهذا الموضوع فنرجو منك مشاهدة الفيديو حتى النهاية ولا تنسى الاشتراك في القناة واعجاب الفيديو لكي تصل اليكم جميع المعلومات فيما يتعلق بتقديم الجامعات والمنح الدراسية حول العالم ونتمنى لكم مشاهدة جميلة فان شاء الله نبدأ الفيديو اولا نقوم بكتابة كلية الدراسات العليا في جوجل نكتب كلية الدراسات العليا كلية الدراسات العليا هذا هو نضغط هذا ونأتي الى هنا هذا هو القبول نحن نريد القبول نضغط القبول ونأتي الى اذا دخلنا هذا الموقع سنجد نظام القبول رسوم اذا انت تريد ان تعرف الرسوم تضغط هنا وتقرأ المعلومات واذا انت تريد الرسوم الماجستير والدكتوراه تقرأ تضغط هذا وتقرأ المعلومات الموجودة واذا انت تريد ان تعرف الوثائق المطلوبة التي سنتكلم عنه الان تضغط هنا لكن باختصار الوثائق المطلوبة للتقديم الدراسات العليا في الجامعة الاردنية كالتالي الشهادة الباكلوريس وكشف العلامات وكذلك جواز السفر وكل لا بد يكون مصدقة لا بد ان يكون مصدقة والسورة الشخصية وكذلك شهادة المعادلة اذا انت مش للاردني لا بد ان تحضر شهادة المعادلة هذه هي فقط الوثائق المطلوبة عند التقديم الآن نأتي الى هنا نظام القبول اكتورني ونضغط هذا الآن هذا هو رابط طلب الالتحاق هذا هو الرابط لذلك اول شي لا بد ان تنشع الحساب نقوم بانشاء الحساب قبل ان نستطيع ان نؤبي الطلب لذلك اذا ما عندك الحساب اولا تضغط هذا create account وتقوم بكتابة الاميل هنا جيميل وتضغط هنا كلمة السر تختار كلمة السر وهنا تكتب رمز هذا هذا الرقم تكتبها هنا وتضغط انشاء الحساب وبعد ذلك تستطيع ان تدخل وتؤبي الطلب لذلك ماذا نفعل نأتي الى هنا هو نضغط اه الايميل ونكتب الايميل الذي اه كتبناه سابقا وبعد ما كتبنا هذا نضغط انتا ويظهر لنا هذه المعلومات اه نقرأ كل هذا ونقر نضغط اه قرر بانني قرأت جميع المعتاد على التعليمات من فضل يختار القرار لتقديم الطلب بعدما قرأت هذا وتفهمها تضغط هذا وتأتي الى هنا الانتقال الى صفحة ادخال بيانات وهنا انا ساختار غير الاردني وسأتي الى هنا استكمال الطلب ادغط هنا وهذا هو نظام القبول كلية الدراسات العليا وان شاء الله هذه هي الاستمارة التي سنقوم بملئها ان شاء الله وتقريبا لها اربع وثلاثة اه خمسة خطوات معلومات الشخصية ومعلومات الاكاديمية وطلب الالتحاق والوثائق المطلوبة واول سنقوم بكتابة المعلومات الشخصية وهنا تقطب الاسم الاول واسم الاب واسم الائلة وتنزل تحت وتكتب نفس المعلومة باللغة الانجليزية وتختار الجنس وهنا الجنسية وتختار التاريخ الولادة هنا وتكتب رقم الجواز الصفحة وهنا عنوان الاقامة الدائم وهنا تكتب رقم التليفون وبعدما كتبت كل شيء وتأكدت انه صحيحة تضغط تخزين وتأتي الى المعلومات الاكاديمية تضغط هذا اضافة مؤهل العلم جديد وهنا تستطيع ان تختار هنا الدرجة تختار الباكلوريس وهنا اسم الجامعة التي تخرج تختار الجامعة من هذه القائمة هنا تختار الباكلوريس واسم الجامعة تختار الجامعة او البلد اسم الدولة تختارها هنا وهنا اسم الجامعة البيت والقلية تختار القلية من هنا تختار القلية وبعد ذلك تختار التخصص القسم والتخصص وسنة التخرج ونوع النظام نوع الدراسة وهنا تختب المعدل وبعد ذلك كمان تأتي هنا وتضغط تخزين المؤهل وتذهب الى طلب الآن نحن في طلب الالتحاق الآن نختار التخصص التي نريد أن ندرس في الماجستير او الدكتوراه تختار التخصص الآن طلب الالتحاق هنا نختار هنا امتحان اللغة الانجليزية هناك بعض التخصصات اذا انت تريد ان تسجل بها لابد عندك امتحان شهادة انجليزية واذا بعض التخصصات لا يحتاج بهذه الشهادة لذلك نأتي الى هنا اضافة الطلب نحن نريد الدراسة الماجستير نريد الدراسة الماجستير اه ماجستير واي كلية كلية الشريعة وهنا وصول الدين القسم قسم الدراسات الاسلامية وتأتي هنا طريقة الدفع الالكتروني اه اه اجتمينا ابناء المتبادل الثقافي وبعد ذلك تأتي الى هنا هل لديك ابحاث المنشورة لا تضغط اه تخزين والان اذا خلصت التقديم يؤتيك الرقم هذا رقم الدفع الالكتروني وتذهب الى البنك وتدفع المبلغ مائة وخمسة دينار ومن هنا قد انهينا اه طريقة التقديم اه طلب الالتحاق جامعات الاردنية للذين يريدون التقديم بهذه الجامعة واتمنى لكم التوفيق والنجاح لكن هنا نأتي الى اه الوثائق المطلوبة رفع الوثائق هذه هنا تضغط وترفع الوثائق وترفع الوثائق واذا رفعتها خلص اه كل شيء وتذهب وتدفع رسوم التقديم واجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر